اشتركوا في القناة اثناء التدريب اللي توفى امس هنا في منطقة الزمالك بجوار نادي القهرباء هنا مكان الحادث الوقع فيه وفاة اللاعب محمد عمر اثناء التدريب هنا قدام مكان الحادث وقد تم العصور على جثمان اللاعب الصباح اليوم بعد محاولات بحث من رجال الانقاذ النهري اللي لقوا الجصة طافية في نهر النيل بعد فقدانه امس النيابة دلوقتي بتستمع لأقوال مسؤولي نادي القهرباء لبيان وجود شبهة اهمال من عدمه وطلب التحرقات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية عن هل الحادث وفاة طبيعية وانه هو وقع من على التجنيف وتوفى ولا في شبهة جنائية وذلك للتصريح بدفن اللاعب احنا هنا في منطقة شارع بلفدة بالزمالك في نادي القهرباء دي اللي وقع فيه الحادث وكانت وزارة الشابور رياضة اصدرت بيان لكشف وطلبت بتحقيق لكشف ملابسات الحادث في وفاة اللاعب هل هناك شبهة اهمال ولا مفيش وكان القوات الانجاز النهري عملت عملات بحث كبيرة مبارح حتى توصلت الى جثمان اللاعب وزي ما قلنا النيابة بتستمع لأقوال مسؤولي نادي الكهرباء نيابة قصر النيل بتستمع لأقوال مسؤولي نادي الكهرباء هنا في منطقة الزمالك في شارع ابو الفيدا بالزمالك ده المكان بالزبط اللي كان بيتضرب فيه اللاعب وسقط من المركب او المركب التجديف اللي هو كان راكب فيه وسقط في نهر النيل ولم يتم العصور عليه الا صباح اليوم يعني هو توفق او وقع مبارح في نهر النيل وتم الأصور على جثمانه والنيابة العامة انتقلت من مناظر جثمان اللاعب وتبين ان هو وفاته بي سبينكا الخنق الغرق نتيجة خرقه وطلب اتحالات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدم وفي وفاة اللاعب واستدعاء مسحولي نادي القهربة اللي هنا يعتبر احنا بجوار نادي القهربة اللي في حنطقة الزمالك في شارع ابو الفيدا للاستماع لأقوالهم وبيان حدوث الواقع وظروف وملبسات الواقع والنيابة طبعا هتسأل هل في وسائل تأمين هيبقى في تحقيق مفيش وسائل تأمين في حالة سقوط لاعب اثناء التدريب مفيش وسائل امان كل ده هيتم التحقيق فيه وسؤال مسؤولي نادي القهربة المسؤولين عن تدريب اللاعب او نمو كانوا مشرفين على هو اللاعب بيتضرب فين وسائل الامان اللي موجودة هنا اثناء حدوث اي حاجة من زي دولة انها عد لعا وايع مثلا من اثناء التجديف كل ده بيتم سؤاله والتحقيق مع مسؤولين نادي القهربة وكمان وزارة الشباب الرادة شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة وتم يعني تم استخراج جسمان اللاعب منذ قليل وتحويله الى احد المستشفيات والنيابة انتقلت مناظرة جسمان وامرت بالتصريح بدفنه بعد مناظرته وتبين انه هو توفى نتيجة الغلق وسنواصل معكم الجديد في هذه الواقعة المؤلمة وفاة لاعب نادي القهربة للتجديد في نهر النيل هنا في منطقة الزماني ترجمة نانسي قنقر